فسبحان الله الإنسان ينبغي أن يركن إلى اختيار ربه له إذا لم تجي إلى أقدار بما تشتهيه أنت لنفسك فاركن إلى ما جاءت كبه الأقدار لأنه اختيار ربك لك لا تأسف لا تحزن الذي اختاره لك ربك أو لا من الذي تختاره أنت لنفسك فإذا لم تجي إلى أقدار بالذي اشتهيه فاشتهي الذي جاءتك به إذا لم يكن ما تريد أريد ما يكون فإن الذي يكون خير لك من الذي تريد هذا ظننا بربنا